مهلا سلمة رح نروح مرة تانية لعند زميلتنا نور الإبراهيمي اللي عم تجول ضمن متحف بانوراما حرب تشرين التحريرية ونشوف هي هلا أين موجودة يسعد صباحكن صبايا مرة تانية نحن نتقلنا لقاعة أخرى ضمن بانوراما حرب تشرين التحريرية وهلا متواجدين بقاعد تحرير مرصد جبل الشيخ حرب تشرين التحريرية الحرب العربية اللي دمرت أسطورة الكيان والاحتلال الإسرائيلي يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك خلينا نحكي عن لمحة تاريخية عن مرصد جبل الشيخ كيف تم تحريره ضمن حرب تشرين التحريرية اللوحة تتحدث عن تحرير مرصد جبل الشيخ في حرب تشرين التحريرية كانت توجد خطة محكمة من الجيش بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد في حرب تشرين التحريرية فقاموا بوضع خطة متقنة لتحرير المرصد من العدو الإسرائيلي الذي كان يقوم بتجهيزه بكافة التجهيزات معدات التشويش والرصد الكتروني بالإضافة إلى الاستطلاع والمراقبة قامت عملية انزال بالحوامات 108 على بعد نقاط من مرصد جبل الشيخ 300 متر وقامت مجموعة القوات الخاصة بعملية تسلق إلى مرصد جبل الشيخ بالمعدات السقيلة تزامناً مع الصواريخ والمدفعية حتى قاموا برفع العلم السوري بأقل زمن ممكن مدتها ساعة وتم بعدها تحرير مرصد جبل الشيخ والسيطرة عليه هاي القاعة فينا نقول بتم من خلالها عرض هاي اللمحة التاريخية على الناس وعمتم زيارة البانوراما بشكل مستمر ضمن الرحلات المدرسية وضمن رحلات أخرى قداش فهم يعني فعلا استعراض هاي اللمحة التاريخية والحوادث بتفصيلها يعني احنا عم نحكي عن بانوراما تاريخية عم نحكي تفصيل مفصل عن هاي الحرب الكبيرة التي شنت ضد الاحتلال الإسرائيلي خلينا نحكي قداش مفهم فعلا تفصيل هاي الحوادث التاريخية بحرب تشرين لأي حدا حابب يزور البانوراما عنا هون ببانوراما حرب تشرين أي زائر نفضل الأطفال الأجيال اللي ما شاهدت إلا زمن الأزمة لمدة ثمان سنوات ويمكن أكتر من ثمان سنوات عنا نحنا دائما نحفظ أن الأجيال اللي طالعة جديد تجي تعرف أجدادهم كيف كان استرداد كرامة الأمة العربية وروقيها وكسر الحاجز الذي كان يوجد أمام العرب بشكل عام الذي هو أن العدو الإسرائيلي يتغنى بأسلحته يتغنى بقوته وقدرته العسكرية فأتى العرب واجتمعوا ليحققوا هذا الإنجاز ضد العدو الإسرائيلي وفعلا نحن الآن في زمن يصل الماضي بالحاضر بما حصل عليه الآن وحصل مع الجيش العربي السوري أثناء الأزمة عم جد يمكن هي لمحة تاريخية سريعة بس جميل نستذكر هذه التفاصيل التاريخية المهمة بحياة الأمة العربية بدي تشكرك ومثل ما قلت حضرتك يمكن هذه التفاصيل التاريخية لي عم نعيشها عم نعيشها اليوم مثل ما عم نعيش الماضي عم نعيش الحاضر أكيد مشاهدينا الجيش العربي السوري اللي قاتل في حرب تشرين التحريرية عام 73 هو نفسه الجيش العقائدي الذي يقاتل الإرهاب اليوم أكثر من 8 سنين ما زال الجيش السوري بنفس القوة وبنفس الإرادة تحييل لجميع رجالنا رجال الجيش العربي السوري نقول لهم كل عام مهنن عزنا ونصرنا وفخرنا بدي أرجع لكم صبايا شكرا لا إلك